نوع من المرونة أبداها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعمة مسعود بارتزاني في الاجتماع الذي عقد اليوم في أربيل بين وفده ووفد من الاتحاد الوطني الكردستاني الأخير نقل وجهة نظر التغيير في موضوعات الاستفتاء المزمع وأزمة البرلمان والمشاكل مع بغداد وهي عقبات ما زالت تشكل عايقا في سبيل حلحلة الأزمة السياسية الراهنة في الآية الأخيرة لمسنا بأن هناك تقارب وربما هناك مشاريع وهناك ربما نوع من المرونة من قبل الأطراف الرئيسية في المؤضلة السياسية بإقليم كردستان خاصة من الحزب الديمقراطي وحركة التغيير ولكن ما زالت هناك بعض المسائل ربما تعقل عقد جيسة طارئة أو إعادة تفعيل برلمان كردستان استعداد كامل أبداه الديمقراطي لأي حوار بناء وتلميحات من قبل أعضائه لتقديم نوع من التنازلات لإجراء الاستفتاء الذي يسمو فوق كل الاعتبارات في المرحلة الراهنة كما يشيرون الاستفتاء هو المحور الرئيسي لكل هذه الاجتماعات من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة لابد من كل الأحزاب السياسية في إقليم كردستان أن تتفق فيما بينها وتجد أرضية مناسبة للاستعداد لموضوع الاستفتاء وبالتالي موضوع حق تقرير المصير بالنسبة لشعب كردستان تطورات الأزمة السياسية والمرونة الحالية للأحزاب الكردية تأتي بحسب المراقمين بعد تعقيدات الأمور السياسية التي وصلت إلى أوجها ولا بد من شروع في مفاوضات واجتماعات للخروج بحلول ربما فعلا ضائقة التي مر بها الإقليم والتي تمر بها الأحزاب هذه نفسها وهي ضائقة وجودية ربما ضغطت بشكل كافي لكي تجبر هذه الأحزاب فعلا على بدء مرحلة حقيقية من إصلاح الذات يوسف المندلاوي الحرة أربيل